أعقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن رشد أزياني وزير الخارجية في روما اجتماعا مع معالي السيد أنطونيو تاقاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية وذلك بمناسبة عقادة الاجتماع الأول للجنة البحرينية الإيطالية المشتركة وفي بداية الاجتماع أشاد معالي السيد أنطونيو تاقاني بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشتركة مؤكدا حرص بلاده ورغبتها في توسيع وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إلى أفاق أشمل خدمة للمصالح المتبادلة من جانبه أكد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني اهتمام مملكة البحرين بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البحرين وإيطاليا منوها بالزيارة الناجحة التي قام بها سمو وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في بداية عام 2020 وما حققته من نتائج طيبة ومهمة على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين وتم خلال الاجتماع بحث مسار التعاون المشترك بين البلدين وسبل توسيع أفاق التعاون الثنائي في الكثير من المجالات الحيوية والمضي قدما في تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين لزيادة وطيرة التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة وفي ختام اللقاء وقع الوزران على محضر مداولات اللجهة المشتركة اشتركوا في القناة